صباح الخير من جديد أكيد كلنا منعرف أن الأردن بيتميز بالتماسك الاجتماعي بلحمته الوطنية وهذا الشيء كتير بميزه وكتير ممكن أن نستغله بتفاصيل مهمة خاصة بتنمية المجتمع المحلي خاصة بالتشاركية الممكن أنها تصير من خلال منظمات المجتمع المدني عم نحكي عن مشروع متين هذا المشروع اللي تأسف بـ 2016 من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP مستمر وكان فيه انطلاق أيضا لإله إمبارح في منتدى صار في مدينة الحسين للشباب ورح يستمر لليوم أيضا ومش بس هيك كمان رح يكون فيه ندوات في تقديم لخمسين مشروع يمكن خمسين مشروع رح نحكي كمان رح نشوفهم هلأ ولكن رح نعرف تفاصيل أكتر عن مشروع متين كيف ممكن أن يساعد الأردن من خلال ضيفتنا لهذا الصباح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فرير أوليفيلا أصبح نحكي أكيد بإلواغة الإنجليزية وإن شاء الله رح تقدر نحاول أن ترجم كل التفاصيل رح تكون معنا بحوارنا أولاً، جيداً صباح الخير صباح الخير نحن نحن نعرف أن نتعرف أن نتعرف أن نتعرف أن نتعرف أن نتعرف على المتينيزية كل ما سي دخل عدم تشريفون كثيراً من أطلقات العالمية التي ت أعطي من قبل الجديد من أطلقات أخرى ونصبحت في حدودات الدولة ومع ذلك أيضا أيضاً تشريفون المتحكة وأنه يفعل الأمر المتحكة لديها من قبل ويأتي من المتحكين من المتحكات ويأتي أرغب في حدودات المتحكة إذن سارة بتخبرنا أنه السبب وراء إنشاء مشروع متين بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة لإنماء اليون دي بي هو بسبب الظروف يمكن اللي بتواجهها الأردن خاصة مؤخرا يمكن الأردن واجهت العديد من الظروف ولكن مؤخرا بسبب اللجوء السوري ممكن أنه هذا الشيء يأثر نوعا ما على التماسك الاجتماعي ممكن يكون تحدي من التحديات اللي بتواجهها الأردن فمشروع متين رح يحاول أنه يساهم ويساعد بأنه يزيد من التماسك الاجتماعي الأكيد اللي الأردن تتميز فيه في المتحدة قلت بأن جوردن هو مجموعة لإنماء المتحدة لا أعلم أننا نرى جوردن مثل هذا وأعتقد أنك كنت يقولها مثل هذا صحينا جوردن لا اعلم أعلم لا أعلم لذا ما حلو ان لا تغيير دائما تتبع حيث في الأحيان قبل أن ما تتبع مهمة للمنزل من فيه هذا المنزل من الجهد يتبع تبعين تبعين في المجتمع لتبعين مالا Esرة مبالا وهي فين الفترة فلسلسل الجردان هو تحتفظ الاجتماعي والمشارج المتحدة ومن المشاركة من جردان وفرما انا ومن المشاركة من جردان ومن المشاركة من بعض المشاركة والمشاركة ومشاركة سياساتنا ونحن نحن التحديات ونحن نحن نبيع خلال عجل لحجول العالم يسأل어야 خلال عمليات المتحدة خلال عجل نحن نشاعد الانسيش ونحن نحن نفهم يعمل على هذه الأشياء وإستطراءة أن يكون بحسنة ومستحيلة وماذا تقولون أن كل مدى يوجد مفهومة فهذا هو أحد من الحالات مفهومة سارا عم تتحدث عن موضوع الأردن أنا سألتها أني سألت بالمقدمة قلت أن الأردن تتميز بالتماسك الاجتماعي واللحمة الوطنية وفعلياً هم اختاروا الأردن لهذا السبب قلت لها ليش بتشوفوا الأردن عنده هذا التماسك الاجتماعي قالت لأنه بالرغم من كل الظروف اللي مرت على الأردن ظروف أكيد منها اللجوء السوري اللي هو يمكن عم نحكي عنه مؤخرا ولكن ظروف عديدة ومتنوعة إلا أنه التماسك الاجتماعي موجود والأردن دائما كبلد وأيضا كشعب وقيادة مرحبة دائما بالفورينرز أو بالأشخاص الممكن اللي مش من بلد بيكونوا ولكومينج بيقدروا أنهم يستقبلوهم بطريقة كتير حلوة ويتعاملوا معهم بطريقة حلوة وأيضا هذا الشيء ممكن أنه يكون عامل إيجابي لأنه ممكن أن نتعلم من الآخرين لأنه في بيئات مختلفة ثقافات مختلفة هذه الثقافات ممكن أنه لما تدخل علينا يكون شيء إيجابي أنه نتعلم تفاصيل معينة مش موجودة ممكن تكون بمجتمعنا إذا مرحبت بشكل توقفات ماتينيه اشتركوا في القناة. وما أعلم لأنّمات مؤخشة من المنطقة المجوعة وإنها أطفال الرجال من المنطقة حيث بإنها المنطقة وتفق المنطقة ماهو أننا سألون مما لثانا وأن المنطقة لأن المنطقة 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 تحتاج إلى الحربة والمعنت ولكن لا يكون مما يودم ممن مدينة هذه المشطة هذه المشطات المخروضة تريد أن تكون أعداد المشاركة في المنزل من أفضل المنزل المنزل من مفرق إلى تفيلة إلى زركة إلى روسيفة لا تهمون مهمة وهم تحزيزون هذا المنزل هذه المنزل مقاعدة أكثر من 45000 المنزل والمقاعدة أفضل المنزل 45000 المنزل؟ نعم أفضل المنزل نعمل العربية على الأولى. . . . . . . . لأن امتلك المددينة السادسية في ن vuel. لأن تحتاج إلى جاريع المددينة لأشخاص التقنيات بالإمكانية المددينة. الإخلاقات التقنيات منصول خاصة كل المددينة. المددينة التقنيات الأشخاص الناسية من أصل إلى مددينة سؤالتك. لديهم شخص بخير من خلالة أجلهم يجب أن يقومون بغير الناس لديهم بغير الناس أو بخير من الناس أو بلديهم إنه محلول شخص ويجب تتعلمون بشكل أفضل بخير من يتحدث والآن تتعلمون بشكل أفضل في بشكل مدير. بالطبع. وشكل مدير. ثم تحديhi مابنة مستوى المنزل釋نية ، بالطأة الجنسية التي تشعر ممنوعة أغبة نفسي диركزات أغازل رأعتها في أجدناها للبرزنة السعودة وقت أسرينا أن يقوم بربما يتواجدون كيما تحديده الزالثة مجدولة لحلوات تحديد المعارضة ثم يشعر موجودة خدمة العديد ومرحاني إلى مدينة المعنون لحتوال على مدينة المعنون ومجرار عملية المعارضة الفلاة المعنون للحضورين ويتعتبر ذلك تفعل التعب واتحن بدون الكنتسيطة وطولة بPLEارية ممتازة لتسألت دعوة إسرائي عم نحكي يمكن من الأسئلة إيش الفائدة اللي ممكن أنها تعود على الأردن من مشروع متين خاصة أنه أحد المشاريع اللي أطلقتها أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وأكيد دائما في فائدة مروا في كتير من الفوائد الخاصة بمشروع متين اللي بيشتغل بالأردن يشتغل بالعديد من المحافظات منها الزرقة، إربد، المفرق، إمعان والطفيلة بالإضافة أنه وصل لأكثر من 45 ألف شخص في أنحاء المملكة كلها من خلال أكيد أنهم يساعدوا بأن الأشخاص يعرفوا الجيران فبيصير فيه تماسك اجتماعي أكثر ممكن أنهم يشجعوهم على الرياضة وهذا الشيء أكيد يتعلق بصحة الأطفال بالإضافة أكيد للمخدرات اللي ممكن أنه تعاني منها بعض المناطق بالإضافة لزواج القاصرات اللي ممكن كمان يكون تحدي منه آخر استخدموا المسرح حتى يقدروا أنهم ينشروا التوعية بين الشباب من خلال المسرح وبالإضافة للمساعدة الشباب بالتشارك في المجتمع وخاصة المشاركة السياسية والتشارك في المجتمع ماذا كانت نriftة المتعبات في حسن العاصف العظماء صديق عملية المتعبات. ما هي هو المتعبات المتعبات التجربية لأنها تجربة المتعبات المتعبات المتعبات. لأنها تجربة المتعبات التي يجبها كل هذه الواجهة للعملية التي ستجربة لهم بمثلتها بمتعباطها. هيPar icons. هذه الت tracked is called the predislor network in which we will facilitate continue to grow and learn because you know, as you know, the the sustainable development building is all about partnerships. Okay, it is definitely an society is not just a job of the government to provide for its citizens, it's about a compact. Yeah? In which citizens private sector public all country, to guide the government exactly. Yeah, so these as a ماتين نتوارك ماتين نتوارك في جوردان أردتكم جميعاً كان سؤالي الأخير شو بالنسبة للتشاركية أو شبكة ماتين شو خطتهم المستقبلية هم يحاولوا قدر الإمكان يشجعوا التشاركية أهم شيء هم يشجعوا التشاركية بين المجتمعات والتسهيل عليهم بهذه التشاركية تعليمهم وأيضاً من ضمن الأهداف المستدامة التي يحاولون أن يحقيقوها هي التشاركية التي يمكن تكون بين المجتمع المدني التي يمكن تسهل على العديد من الأشخاص في مجتمعنا الحبيب شكراً جداً سارا أنت أكثر من مرحباً هنا في جوردان وفي يوم جديد شكراً لك هنا شكراً جداً وكل أفضل في مجتمعات المتابعة وفي أخرى المتابعة شكراً جداً